أمانة العامة للحكومة ترفض التأشير على النظام الأساسي لموظف التربية الوطنية رفضت الأمانة العامة للحكومة التأشير على النظام الأساسي لموظف التربية الوطنية بالصيغة التي قدمه بها شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما أجبر الحكومة على تأجيل إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي إلى موعد لاحق وبرر محمد حجوي اعتراضه بحجة أنه لا يمكن المصادقة على مشروع مرسوم إلا بعد نشر التعديلات الواردة عليه في إشارة إلى تلك المتعلقة بالأكاديميات الجهوية ومعاشات الموظفين أي أن الحكومة عليها انتظار وضع رقم ظهير على المرسوم وإرساله إلى المطبعة الرسمية وذكرت الصباح أن النقابات التعليمية تتشبث بإعادة النظر في نقاط تعتبرها ما تزال عالقة من بينها المادة الثانية والعشرين المتعلقة بالمتصرفين التربويين والمادة 45 التي تخص الترقية بالشهادة للأطر العاملة في القطاع والمادة 54 من النظام الأساسي المتعلقة بتقييم الأداء المهني للمفتشين والمادة 59 الخاصة بترقية المساعدين التقنيين والإداريين أكادير 24